السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يو عاملين ايه? اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. النهاردة جاي لكم بقى بروتين كده على السطح عندي. عندي الحميم بتاعي. يا رب ان شاء الله فيديو كده يعجبكم. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم. بس معلش والله يغزب عني الفترة دية اه مشغولة جدا جدا. اه انا طلع بقى هحط الاكل للطيور بتاعتي. طبعا انت عارفين ما عنديش الحميم دول فرختين كده بساط. باعت في لون بواي الاكل او اي حاجة. تلات قلت بقى اصور لكم جدا عشان في شوية تعديلات وشوية حاجات عايزة عاملها قلت نعملها سوايا ان شاء الله. هنروح بقى ايه من الحميم بتاع ساعة ما بيشوفني سبحان الله. بيعرفني على طول شايفين ساعة ما شوفني جاية بالاكل بيبقى هيتجنن ويأكل. اه هبدأ بقى هحط له الاكل بتاعي طبعا احنا متفقين. الاكل عبارة عن ايه? هيكل فتل حميم. عيش طبعا. هوريكم انا دلوقتي وانا بحط لهم. عيش على دشيشة على درع واجة وفيها قمح وبسلة وكل وعلف بياض. وطبعا العلف تسمين تركيز واحد وعشرين في المية علشان فيه تحته زغليل بيأكلها. شايفين? جعل ازاي? في الشتة على فكرة الحميم بيجوع عن الصيف. الصيف بيتجه لشرب المياهية زي ما نقول لكم مكونات. انما في الشتة بيبقى عايز ياكل عشان يدفع واكل عياله. في الصيف بيبقى منحر بيشرب مياه كتير. اكتر يعني من انه هو ياكل. هوريكم بقى بعد ما نحط لهم العكل. كلهم. هوريكم ايه اللي انا عايز اعمله. ويا ريت تشاركوني بقراءكم. وتشجعوني كده عشان انا قدر بتشجيعكم كده ان شاء الله قدر نصور لكم فيديوهات وانا نزل لكم فيديوهات لاني ما فيش تفاعل عندي خالص. فاتمنى يعني منكم الاشتراك واللايك. وما تنسوش تفعله زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والله انا يعني حابة اه يعني افتكم. واقدم لكم كل جديد. بس انتوا ساعدوني بالاشتراكات والمتابعة. وما تنسوش في اللايك. وان شاء الله اقدم لكم كل حاجة واللي تطلبو ان شاء الله اعملهو وفيديوهات يا رب بتعجبكم. انا كده بحط لهم الاكل كلهم. هخلص واريك هعمل ايه? ما شاء الله. انا بقى زي ما انتم عارفين الفيديو الاخير قتم سوراهو لكم في بعض الحمامة بيشبهش عياله فبيبصوا هتلاقوا فردة رفياعة عن فردة فبجيب الفردة الرفيعة ااكلها بالزغاطة. الزغاطة ديت انا عاملة ايه? عاملة العلف مية وحتى نصف ارس في اللجيل عشان الاسهال المتاخر معوي عشان انا اللي بأكله برضو عشان لو في اي تلوس حصل مسلا اهو. ايه ضغطة واحدة بمية واسبه يبوش براحته قبل ما بطلع له وباخده معي وبحطه في الزغاطة ديت وضغطة بس الزور الحمامة بيتميلي اكين ابوها اللي مأكلها بالزبط. ايه. ما شاء الله. هوريك هو الزور بتاعها. نحن. شايفين? هبدأ بقى. نوريكو امت شايفين? هجيب غيرهم. تنسوش اللايك. لايك يا جماعة. لايك. اسف. ادي جوز تاني. هو واكل بس برضو يعني ايه هتلاقي فردة مختلفة عن فردة. فانا يعني بحاول بساعد يعني امام بتكلفها علي ايه بس يعني بساعد. ساعات اه في جوز بيبيض على عياله. فبيتبه اه للرؤاد على البيض. ما بيبصش بقى لعياله قوي بيأكلهم اي حاجة ويسيبهم. بيبدوا ينشافوا ويخسوا مني. فخلاص بيه تساعدهم ايه بالزغطة. بتنفعني بصراحة ما شاء الله يعني يعني بصوا هوريكو كمان عمر اقل من كده. وهوريكو كزا عمري من اللي انا بزغطه. يعني ممكن من عمري يوم تزغطي. طبعا الزغطة اللي عندي دينا حتى سرينجة اللي هي تلاتة سنتي اللي هو عمر اقل من عشر تيام عملاله بتاعت الانسلين. سرينجة بتاعت تحونة الانسلين بتوع مرضى السكر. انما دول معدين العشر تيام وفي الاسبوعين يعني دي عمر اتناشر يوم تقريبا. اللي قابل ديت اه عمر اه مستشار يوم. يعني اهي ما شاء الله. انا بوريكم ان ده ينفع وده ينفع. ده كانت بنتي جابالي قشر الرز. علشان بفرج بالصفايع. على ان الحمام بهدل تحته وكده والدنيا شتة. بيسقع مني ويجي له اسهلات. طبعا اقول تلك لو بحط فلاجيل على طول الاهالي في المية. مرة في الاسبوع كوقاية. ولو جاله اسهلات بحط له اه خمس ايام ورابعض وبعد كده مية نظيفة من غير فلاجيل. اه طبعا ده كانت اه البياتة ديت كان فيها جزين اتنين. اه شيلت الجوز نقلته هنا. علشان عندي جزين رومي جايباهم جداد. اه فانعايز افضيها خالص. فهشيل الجوز ده كمان. وانقله في البياتات التانية. حاول يعني بقدر الامكان. عشان جايبها جزين رومي. فهنضف لهم البياتة الصغيرة ديت. وحاول يعني بقدر الامكان ازبطها لهم لحد ما شوف لهم حاجة اوسع. اخلي النجار يعمل لوحدة يعني بازن الله. وبعد كده بقى وسع للا انا حطيتهم دول تاني. فانا قلت ايه? اشوف التعديلات ديت معكم. فانا بصور معكم بوريكم بشوفهم هيدربوا بعض اللي لان انا ايه? لو مشوا مع بعض تمام خلاص. هبدأ بقى افضل البياتة ديت. الصغيرة اللي كان فيها الحامل اللي انا نقلته. هنضفها. هطلع بقى الصفايح منها. دي صفيحة الجوز اللي نقلته كان بيعشش خلاص قد هتبيض. هدخل لها بقى صفيحتها جوه. هشيل صفيحة من الادام. آآ وادخل لها صفيحتها جوه عشان تعرفها وتدخل تبيض فيها انا شيلت صفيحة هوت. اخد بقى صفحتها. ادخلها لها جوه. ابدأ بقى انضف. طبعا بقى دي لكل دوت هنضفه هوت. هنضف كل دوت. علشان الحمام الرومي اللي انا جاي بقى دوت اجيبه على نضافه. وانا جاي بقى اللي فترة كنت احطى في مكان كده. بس طبعا مش ينفع بقى. لازم اطلعه هنا. آآ ودلوقتي جيت انضف لقيت السلك مقطوع. ان كنت سندة كده بالعافية. فطبعا علشان لو قدر الله اي حاجة وحشة تدخل لهم. فجبت شوية مسامير والشاكوش دوت قلت ايه طب هحاول احط خشبة اسد بها للقطع. آآ المهم ايه? لقيت ان الخشبة مش تنفع لاني فيه فوق كمان. فقلت انا كنت ان المغرب خلاص يعني فامكنش ينفع ان انا اروح اجيب سلك من اطلع اشتري سلك من بره يعني وكده كان بالوقت خلاص اتاخر. قلت طب هعمل ايه? ايه? فلاقيت الشكرة ديت. شايفينها الشكرة الحمرة دي دي شكرة بتاع البطاطس. لقيتها موجودة على السطح تانيتها. ايه عاملة زي السلك برضو. آآ تانيتها وقلت خلاص هعملها. مؤقتا يعني ان شاء الله هجيب سلك واعملها. بس انا حطيتها كده وبدؤها. انا حبيت اوريكم وكل حاجة معي تشاركوني. تعديلات اللي انا بعملها وازاي آآ يومي بيمشي معايا عند الحمام بتاعي يعني. خلاص كده خلصت. قهوة وفرشت الحطيت لهم صفايح نضيفك جديد. صفايح عسل بجيبها من المحل اللي بيبيع عسل وكده. صفايحة فاضية بجيبها بمكانها عسل. آآ بغسلها وافتحها وحطها له. رشلوم كرتونة فيها وفوق عشوات قش رزة واي قش عندي او غلاب. دي الحمام الرومي بتاعي ما شاء الله. لو ما صلى على النبي. افضل السلام. ما تنسوش بقى يا حبيب قلب الاشتراك. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشجعوني عشان افضل انا ازل لكم فيديوهات. آآ وادعولي ربنا يبارك لنا في الحمام الرومي دوت انا لسه بجربها ما كانش عندي الا بلدي بس. آآ ودعوات كلية بالتوفيق ان شاء الله. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.